أكد رئيسه المصري عبدالفتاح السيسي في كلمات بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثانية والأربعين لتحرير سيناء على ثوابط مصر تجاه القضية الفلسطينية وموقف بلاده الرافض للحرب الإسرائيلية فإن التطورات التي شهدها الإقليم خلال الشهور الماضية والحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والموقف المصري الواضح منذ اللحظة الأولى الرافض تماما لأي تهجير للفلسطينيين من أراضيهم إلى سيناء أو إلى أي مكان آخر حفاظا على القضية الفلسطينية من التصفية وحماية لأمن مصر القومي وكذلك موقفنا الثابت بالإسرار والعمل المكثف لوقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية ودفع جهود إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة ليحصل الفلسطينيون على حقوقهم المشروع كل هذه تشكل الثوابط الراسقة التي تحرص مصر على العمل في إطارها بهدف أسمى نفى مصدر مصري للشرق أن يكون رئيس الأركان الإسرائيلي ومدير جهاز الأمن الداخلي الشباك قد زراء القاهرة لبحث عمليات عسكرية إسرائيلية محتملة في رفح جنوب قطاع غزة وأكد المصدر أن رفض مصر واضح وقاطع لأي عملية عسكرية ينفذها الجيش الإسرائيلي في رفح وفي السياق أكد المتحدث باسم الخارجية المصرية أن هناك رفضا دوليا وليس مصريا فقط لأي عمليات عسكرية إسرائيلية في رفح جنوب قطاع غزة وأوضح المتحدث أن أي محاولة للضغط على الفلسطينيين على الحدود المصرية سيؤدي إلى توتر العلاقة مع إسرائيل مشيرا إلى أن هناك أليات قادرة على معالجة أي مخالفات لاتفاقية السلام مع إسرائيل وقال المتحدث باسم الخارجية أن الممارسات الإسرائيلية في الأسبوع الأخيرة تشير إلى محاولات جعل قطاع غزة غير قابل للحياة أبدت حركة حماس استعدادها للموافقة على هدنة لمدة خمس سنوات أو أكثر مع إسرائيل لكن وفق شروط محددة القيادي في الحركة خليل الحي قال أن حماس ستلقي أسلحتها وتتحول إلى العمل السياسي وتحل الجناح العسكري في حال تمت إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 كما لفت إلى أن الحركة تريد الانضمام إلى منظمة التحرير الفلسطينية التي ترأسها حركة فتح لتشكيل حكومة موحدة لغزة والضفة الغربية ومع تزايد المخاوف بشأن غزو بري وشيك لمدينة رفح قال الجيش الإسرائيلي أنه سيلاحق حماس في كل مكان في غزة كما لفت المتحدث العسكري لأن الجيش لن يدخر جهدا للعثور على الرهائن وذلك بعد الساعات من نشر حماس شريط فيديو للأسير الإسرائيلي الأمريكي هيرش جولدبرغ بولن ترجمة نانسي قنقر